أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء من بثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم سلة من الأولين وقرين من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يتوف عليهم وردان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيغون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال الأولوح المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسرعون فيها لوا ولا تأسيما إلا يقيلا سلاما وأصحاب اليمين في سدر مخزود وطلح منزود وظل مبدود وماء مسكوب ففاكهة كثيرة لا مخطوعة ولا ممنوعة وفوش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا مربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من العلوين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سوم وحميم وضل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا خبل ذلك مترفين فكانوا مسرون على الحنص العظيم وكانوا يقولون أَيْذَا مِذْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّا الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ لمجموعون إلى هيقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالمون المكذبون لآكنون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنون أنتم تخلقون هو ونحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون فأنتم تذرعون هو وم نحن الزاريون لو نشاء لجعلناه مطامدون فظلتم تفكهون إننا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمهم من المسن أم نحن المنسلون لو نشاء جعلناه جاجدون فلولا تشكوشون أفرأيتم النار التي تمرون أنتم أنشأتم شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنخوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمراك نجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في إذاب مكنون لا يمسون لا يمسون إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحرقون وأنتم حينئذ تنجرون ونحن أخرى إليه منكم ولكن لا تمسلون فلولا إن كنتم غير مذينين ترجعونا إن كنتم صادخين فأما إن كان من المطربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصرية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليدنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصئا وهو حسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا يولقوا فيها سمعوا لها شهيد قرور وهي تفور تكاد تميزين الغير كلما ألقي فيها فوجهن سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجوج كبير وأسروا قولكم أبي جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يرصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يبسن عليكم حاصبا فستعلمون كيف نتير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إن الطيب فوقهم صافات ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في قرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاك واجعل لكي مستمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة من سيئة وجوه الذين كفروا كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه تركلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتزم من قم الليل إلا قليلا يستهو أب قص منه قليلا أوسد عليه وردني القرآن ترطيلا إنا سنلقي عليك قولا منثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طعيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبطيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقله وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين أولن من نعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا قصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا من مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى في العون الرسول فأقذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الملا نشيبا سماو منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاءت تفذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفا ونصفا وسلثا وطائفة من الذين معا والله يقدر الليل وللنهار علم أن لن تحسوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قررا حسنا وما تقدموا لأن منفسكم من خير تجدون عند الله عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتزم منكم الليل إلا قليلا يستهو أب قصم قليلا أوزد عليه وردني القرآن ترطيلا إنا سنلقي عليك قولا منثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طغيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تغطيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين ولن نعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا قصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا من مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاقضناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الملا نشيبا سماو منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتفذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفا ونصفا وثلثا وطائفة من الذين معا والله يقدر الليل وللنهار علم أن لن تحسوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قررا حسنا وما تقدموا لأن منفسكم من خير تجدوا عند الله عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إما جعلنا في أعناقهم أغلالا في إلى الألقال فهم مطمحون وجعلنا من بين عيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونبتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزرنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكتبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسلنكم لنا عذاب أليم قالوا تخائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال من مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فيذاو خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستاذعون ألم يروا كم أهلبنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآت لهم الليل نسلق منه المنار فيذاو المضرمون والشمس تجري من مستقر إلا هذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة المرجون القديم للشمس ينغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يصبح نصون وآت لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم لا ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا منا رذقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أتعم من لو شاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لما ينظرون إلا صيحة واحدة تأقذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السوء فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسواجهم في ظلال على الأرائك متذكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز يوم أيها المجريون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن يعبدوني هذا سراط مستقيم وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْهَا كُمْزِ بِلَلٍ يَسِيرًا أَفَلَنْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَلَّمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ إِسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعنهم فاستبقوا الصراط فإنا يبصمون ولو نشاء نمسخناهم على مكانتهم فنستطعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولن يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون فذل الله لهم فمنها يرقون ومنها يأكلون ولهم فيها ملياف ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي لعظام وين رعيم قل يحييها الذي ينشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارم فإذا أنتم منه توخدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمروا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيبون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإلي ترجعون